مع زيادة انتهاكات النظام الإيراني ضد الحريات وقمعه للاحتجاجات المطلبية في البلاد طالبت عشرون منظمة حقوقية في رسالة وجهتها إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن دعم المحتجين الإيرانيين مشددين في رسالتهم على أن الشعب الإيراني بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره في الطبع في ظل الظروف الراهنة طالبت المنظمات الحقوقية واشنطن بطرح جرائم النظام الإيراني في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعوة إلى فتح تحقيق في الانتهاكات الإيرانية كما دعت المنظمات الحقوقية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لدعم المتظاهرين قبل أن يتعرض الجيل الجديد من المواطنين الإيرانيين لقمع أكثر مما تعرضت له الأجيال السابقة وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الاحتجاجات ضد النظام الإيراني حيث هتف المتظاهرون ضد المرشد خامنئي تارة ونادوا بإسقاط نظام أخرى كما حملوا شعارات الموت لخامنئي والموت للديكتاتور ومن جانبها أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل التنسيق مع حلفائها بشأن الرد على الانتهاكات الإيرانية على حملة القمع ضد المتظاهرين في إيران وفي أسياق ذاته أعلنت الحكومة الكندية أنها ستتوسع وتوسع قائمة العقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات كما صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية مشيرة إلى أنها ستقيد المعاملات والتعاملات المالية مع إيران والمرتبطة بالحرس الثوري ووكلائه